اول حاجة هنبدأ هنبدأ ندرس ايه بقى في الميبس ده هندرس ازاي بتعمل الارثماتيك اوبريشن ازاي الارثماتيك اوبريشن بيتنفس تمام? اول حاجتين هنتكلم على الاد والسبتراكت ازاي دلوقتي لما بتيجي تكتب اد او ازاي بتجمع ارقام او بتطرح ارقام او بتعمل عملات حسابية تمام? ازاي العملات الحسابية دي بتترجم كاسمبلي بتترجم كايه? كاسمبلي. قالك اه سواء انت تستخدم اد او بيكون عندك حاجتين عندك حاجة اللي هو يعني ايه? يعني دلوقتي لو بقول لك بسيط كده بقولك ان العملات الحسابية دي ايا ان كانت لغة البرمجة دي كده إيه زائد بي? ده مثال كده. و Quadز يزاوى إيه زائد بي دي? دي مكتوبة بايه? دي مكتوبة بهاي لنجوش مكتوبة بايه? بهاي لنجوش انا المنزل regulators بهايبدأ ايترجمها لايه? هيبدأ ايترجمها لي لاسيمبلي الانجوش الاول صح? طب هيبدأ احولها coordin piękوش ازاي قال لك دلوقتي بش انت عندك اللي هو بيكون ناحية اليمين ده اللي هي 聡 Jeff's تمام دي سميه كلها على بعد كده اسمها ايه كل واحدة من ده اللي هو ايه وبي والوista ده كلها اسمه ايه اللي هي المعاملات طيب قال لك لو انت عندك شيء democratic اللي هو زي ده ايه وبي مثلا واي قال لك اللي بيبقى ناحية اليمين ده اللي بيبقى بيبقى اسمي الصورس يلو هو انت عندك تلاتة 이ه بيبقى عندك two sources. اللي بيبقى اللي انت هتخزن فيه او اللي هو بيبقى اه جنب الاكوال. تمام? يعني انت هتخزن الناتج هنا في الاي. اللي هو هتخزن فيه ده اسمه اسمه destination. يبقى الواي ده. هو destination. والاي والبي دول هم مين? هم السورس اوبرانت. تمام? يبقى ده كده اول حاجة احنا بنفكها. طيب بتكتب بقى اول حاجة عشان تكتب اد عشان تكتب عاملية دي اللي هي البلاس. بتكتب ايه? في بتكتب كلمة اد. في بتكتب كلمة ايه? بتكتب كلمة اد. اد دي اللي هي البلاص. تمام? طيب. بعد كده جنب الاد على طول بتكتب مين? بتكتب بتكتب اللي هو الايه? مين الايه? اللي هو ده هتخزن فيه. تمام? طيب. بعد كده بتكتب كمى وتكتب الاتنين اللي هو بتكتب ايه? اللي هو مين? اللي هما مسلا زي المسال ده كده اللي هو طيب لو احنا جينا هنا مسلا عايزين نحول الكود ده ده كده عايزين نحوله لايه? بنفس الطريقة دي. هنكتب ايه? اول حاجة دي عملية ايه? بلاص جم. فبكتب كلمة ببساطة كده خالص ات. تمام? طيب بعد كده بكتب ايه? قال لك اه ممكن مسلا ممكن تاخد مساحة الاول كده. وتكتب مسلا لو انت عايز تكتب الاول بتاعتك? اللي هم الايه والبي دول. فتكتب ايه? فتكتب ايه? وكما بي. كده كده انت كتبت الايه؟ كتبت بتوعك طيب الايه والبي دول هتخزونهم فيل? بتخزونهم في آآ آآ دول اصلا دول قصد السورس دول عندك الايه? السورس. تمام? هتخزونه في اين? هتخزونه في? فهتكتب الواي كده. تكتب الايه? الواي. تمام? فالكود ده كده ايا كان لغة البرمجة بيتحول لأسيمبلي بالمنظر ده كده. اللي هو آآ ايه وبي وحطوهم في ايه? وحخزنهم لي في الواي. تمام? ده كده المعنى. طيب. آآ فقال لك قول يعني اي عملية حسابية نفس الفورم اللي احنا كتبناها دي هي اي عملية حسابية بتتعامل بالايه? بالفورم ده. تمام? طيب يبقى اول حاجة عندك اول حاجة في بتاع بتاع ده. قال لك اول حاجة اللي هو آآ تمام? يعني البساطة دايما بتفضل في ايه? اللي هو آآ يعني معنى كده ان انت لما لما تثبت حاجة معينة مثلا معنى الحسابية بتثبتها بطرقة معينة او منظمة او منتظمة فالطرقة المنتظمة دي بتتعامل لك ايه? بتعمل لك تمام? بتعمل لك حاجة بسيطة يعني بتبسط لك المعلومة. تمام? ان انت تثبت حاجة معينة. فالعملات الحسابية تعتبر اغلبها بتتعامل بالايه? بالشكل اللي احنا عملناه ده كده. طيب قال لك رجال تو ميكس اللي هو لو لما تيجي تعمل حاجة منظمة او او ايه مش منظمة لا منتظمة. حاجة منتظمة زي ايه? زي مسلا لو انت تثبت الشكل الفورم ده قال لك ده هتخلي التنفيذ بتاعك بسيط. تمام? قال لك طب البساطة دي تمام? البساطة لما تحقق بساطة في التنفيذ فده هيديك عالي بتاعك باقل تكلفة. باقل تكلفة. تمام? طيب بعد كده اهو قال لك ده كده مثال بسيط انيسماتيك اكسامل اللي هو مسلا ده كده كود مكتوب بالايه? كود مكتوب بالسي. تمام? قال لك اف بتساوي جي زائد اتش تمام? مينس اي زائد جي. طيب ده كده كلهم عبارة عن ايه? دول كده اللي علمين دول. دول عبارة عن ايه? دول عبارة عن الصورس. دول عبارة عن ايه? كل دول عبارة عن الصورس. تمام? اللي على الشمال ده اسمه الايه? اسمه اللي هخزن فيه. تمام? طيب عايزين بقى اه ده بقى احنا قلنا ده كده وطبه هاي في الرنجوش? قال لك بتخش على ايه? بيخش على كومبايلر. كومبايلر بيبدأ حاوله لايه? الاسيمبلي. آآ عن طريق سيت اركتكشور. مين سيت الاركتكشور اللي استخدمه? اللي استخدمه اللي هنستخدمه لهو الميبس. طب قال لك الميبس بواسطة. اول حاجة ايه? مش ده كده عملية جمع اللي هو الجي زائد الاتش. صح? آه. فقال لك الجي زائد الاتش دول. انا هبدأ الاول هخزنهم في ايه? هخزنهم في اللي هو اللي هو اللي هناخد ايه? هتخزنهم ازاي? بس انا بخزنهم في ايه في الرجستر? لهو يعني ايه الرجستر يعني حاجة مؤقتة كده حاجة مؤقتة تمام? فبقول له الجي والاتش ده هروح هخزنهم في ايه? حين اونا ده لطيب تكتب كلمة ايه? مش جي وزائد الاتش ده. عبارة عن ايه? عبارة عن كلمة بلاس. بلاس دي بسم بها ايه? اول حاجة ااد. تمام? فمن هنا عندك اللي هو الجي والاتش دوله عبارة عن ايه? عبارة عن سورص. فبكتب جي.ة باكتب خزنهم ايه? هروح الخزنهم في تيمبراري ستوريج اللي هو اسمه مسلا تزيرو. تيمبViewer ريجستر اسمو ايه? اسمو. تمام? هو ده كده ايه اول كود? تمام? يبقى الجزء ده كده هو بيحوله كده. ده معناه ايه? ده معناه ان ز� هيتخزنه في ايه? هيتخزنه في اسمه ايه تزيرو. طب ده كده اول كود اللي هو بتاع مين بتاع الجزء ده? بتاع الجزء ده. طيب بعد كده هروح برضو راح عمل ايه? هنفز برضو على الجزء ده. اللي هو الاي والجي. الاي والجي. فاروح اعمل ايه? مش ده اي والجي. في باب بينهم ايه? عملية بلاص. صح? فاروح اقول اد. اد. مين دلوقتي مش اي والجي ده عبارة عن ايه? عبارة عن سورس. فبكتب اي. اي و جي. اي كمع جي. تمام? هروح اخزنهم في ايه? رح اخزنهم برضو اللي هو اسمه ايه? رح اخزنهم في تي واحد. تمام? لما خزن ده كده خزن ده كده نتج البلاص بتاعهم متخزن في تي زيرو. وده نتج البلاص بتاعهم متخزن في تي وان. تمام? بينهم ايه بقى اللي اتنين دول بينهم? بينهم طرح. فاروح اكتب مين بقى دلوقتي? السورس السورس دلوقتي اللي هم اه اه نتج العملية الجامعة دول تخزن في ايه في تي زيرو. فبقول دلوقتي هاتل اللي متخزن في تي زيرو مين اللي بتخزن في تي زيرو اللي هو حصل جامعة دول. وهاتل اللي متخزن في تي وان مين بتخزن في تي وان حصل جامعة الاتنين دول. فبقول له هاتل تي زيرو تي وان وروح خزنهم لي فين? ده كده مين? رح خزنهم لي مسلا في ايه? رح خزنهم لي في الف. الف اللي هي دي. تمام? فده كده اه دي معناه ايه اللي هو تي زيرون از تي وان بيسوي تخزن ايه? تمام? ده ببساطة لزاي? ده بتحول ايه? بتحول ايه? تمام? طيب. اه حالان انا بقي دلوقتي انا دلوقتي ايه بجيب المتغيرات دي طيب المتغيرات دي المفوضة ان انا بعمل ايه? انا بتعملش مع يعني في الاسيمبل عمتا ابتعملش مع متغيرات انا بتعمل مع ايه يا اما بتعمل مع حاجتين يا اما بتعمل مع Pav Board يا اما بتعمل مع موماري. يا اما بتعمل مع ايه? يا اما بتعمل مع موماري. طيب. اهلا بكم يا شباب. قبل ما تكملوا الكورس عايز اعرفكم شوية حاجات عن الاكاديمية وانحنا بنقدمه هنا في الاكاديمية احنا بنقدم كورسات برمجية كتيرة. منهم الكورس ده مسلا كورس البرمجة للاطفال والمتدئين وده من احسن الكورسات في الوطن العربي حاليا في الفين وتسعمائة مشترك. في اربعة وتسعة من عشرة في بتاعه او في التأيين بتاعه. وطبعا الاكاديمية بتاعتنا بتقدم كورسات تانية. تقدروا تتواصلوا معنا على ده الرقم بتاعي او بتاع الاكاديمية بتاع الشغل يعني. ولو انت من خارج ما هتفض المفتاح اللي هو اتنين. وطبعا لو انتم عايزين تتواصلوا مع المحاضر اللي بيديكم الكورس فهتلاقوا اللينك بتاع المحاضر في وبرضو لينك كورس البرمجة للاطفال والمبتدئين هتلاقوا في او تجلموا الاكاديمية على شكرا لكم.